أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للفرض التجريبي رقم واحد للدورة الأولى في مدتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى بكالوريا علوم الموسم الدراسي 2020-2021 إذن استعدادا للفروض الكتابية المحروسة للدورة الأولى أقترح عليكم هذا الفرض التجريبي إذن نبدأ بالمكون الأول وهو مادة الجغرافية من خلال الاشتغال بالوتائق إذن بالنسبة للوثيقة الأولى التي أقترح عليكم هي عبارة عن نص جغرافي منطقه لا يتوافر المغريب الذي يتميز بمناخم شبه جاف إلا على موارد مائية طبيعية محدودة لا تتعدى 29 مليار متر مكعب سنويا منها 70% من المياه السطحية و30% من المياه الباطنية أما الإمكانيات المائية القابلة للتعبئة في ظل الظروف التقنية والاقتصادية الحالية فتقدر بـ 19 مليار متر مكعب أي ما يعادل 700 متر مكعب لكل نسمة سنويا وبفضل نهج سياسة متواصلة انطلقت في بداية الستينيات استطاع المغريب أن يبني 110 سدا تسمح بتعبئة حوالي 70% من إمكانياته المائية وتخزين ما يناهز 16 مليار متر مكعب أي 480 متر مكعب لكل نسمة المرجع الوثيقة الثانية فهي أيضا نص جغرافي منطقه إن التبخور القوي يفسر العجز الكبير في الماء الذي تعرفه بعض مناطق المغرب كما يعود إلى عدم انتظام الأمطار وسوء توزيعها عبر المجال المغربي وقد تسببت حالات الجفاف الأخيرة في نضوب العديد من العيون والآبار ولكن المؤكد أن الجفاف ليس وحده السبب في أزمة الماء فالاستغلال مفرط للطبقات المائية عن طريق الضخ يلعب دورا أساسيا في هذا النضوب فالماء متوفر في المغرب ولكنه موزع بطريقة غير ملائمة المرجع إذن بعد قراءتنا للوثيقتين قراءة جيدة ومتمعين الآن سنتعرف على ما هو مطلوب إذن المطلوب في السؤال الأول أولا التعريف بالمصطلحات والمفاهيم الأئتية وهي تنمية تنمية الاقتصادية الناتج الداخلي الخام بي 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 بخضوة أنتغوية قوت مؤشر تنمية البشرية وخصصات لهذا السؤال نقطتان السؤال الثاني إذن طلاقا من الوثيقة الأولى صف أو صفي وضعية الموارد المائية في المغرب نقطتان السؤال الثالث يتعلق باستخراج معطيات جغرافية مضمنة في الوثيقتين أليف من الوثيقة الثانية العوامل مفسرة لوضعية الموارد المائية في المغرب وباء من الوثيقة الأولى دور سياسة السدود في تحقيق الأمن المائي للمغرب ثم السؤال الرابع والأخير إذن على ما درسته أو ما درسته اقترح أو اقترحي في فقرة بدائلة ممكنة أي حلول لتجاوز الوضعية الواردة في الوثيقتين الأولى والثانية إذن فنشرع بداية أو قبل الشروع في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمادة الأولى أي مادة الجغرافية من خلال الشغال بالوثائق نتعرف على ما هو مطلوب في المادة الثانية أي مادة التاريخ من خلال تحرير موضوع مقالي إذن المطلوب هو اكتب أو اكتبي حسب اختيارك أو اختيارك في أحد الموضوعين الآتيين إذن دائما بالنسبة للتاريخ أو المادة الثانية أو الوضعية الاختيبارية الثانية المقال إذن فهي وضعية اختيارية إذن الموضوع الأول منطقه شهد العالم رأسمالي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تحولات اقتصادية ومالية واجتماعية وفكرية هما أدت إلى تقوية النظام الرأسمالي به إذن المطلوب حرر أو حرري موضوعا مقاليا تتناول أو تتناول إن فيه أولا مظاهر الثورة الصناعية ثانيا العوامل المفسرة لحدوثها الموضوع الثاني نصه ارتبط القرن التاسع عشر في دول العالم الرأسمالي بتحولات عميقة شميلة الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية حرر أو حرري موضوعا مقاليا تتناول أو تتناولين فيه مظاهر التحولات الاجتماعية والعوامل المفسرة للثورة الديمغرافية إذن بعد قراءتنا لنص الاختبار إذن نشرع في الإجابة عن الموضوع الأول أو الوضعية الاختبارية الأولى إذن الوضعية الاختبارية الأولى ترتبط بالاشتغال بالوثائق الجغرافية إذن المطلوب في السؤال الأول هو التعريف أي تحديد معاني بعض المصطلحات والمفاهيم وهي تنمية تنمية الاقتصادية ناتج داخل الخام والشير تنمية البشرية إذن دائما هذا التحديد يجب أن يكون صحيحا ودقيقا ومقتضبا ما أمكن إذن ما يفيد هذه الصغة بالنسبة للتعريف الجغرافي المفهوم الأول تنمية وهي عملية مركبة تهديف إلى الاستجابة لحاجة الإنسان بشكل مستدام سواء كانت نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية إذن بشكل نعام التنمية معناها هي تحسين شروط عيش الإنسان حتى يندمج مع نفسه ويندمج في المحيط الذي يعيش فيه إذن فتنمية هي تهديف إلى الترقي الفرضي والاجتماعي إذن فغاية التنمية هي الإنسان ووسيلة حقيقها فهي الإنسان كذلك بالنسبة للتنمية الاقتصادية فهي تلك العملية التي تستهدف إنتاج الثروات والخيرات الاقتصادية سواء كانت بضائع أو خدمات ويستخدم مؤشر ناتج الداخلي الخام بإي بي لقياسها بالنسبة للناتج الداخلي الخام إذن فهو مجمل قيم المضافة المنتجة داخل البلد الواحد في السنة بالدولار إذن سواء كانت هذه القيم المضافة المنتجة من طرف إما الأشخاص الذاتيين أو المعنويين بمعنى إما الأشخاص أو الشركات والمقاولات وغيرها إذن بالنسبة للمفهوم الأخير وهو مؤشر تنمية البشرية فهو مؤشر كما درستم مؤشر تركيبي لثلاث مؤشرات فرعية وهي أولا أمد الحياة أو متوسط الحياة أو العمر الذي يمكن أن يعيشه الفرد ثم الدخل الفردي ونعني بالدخل الفردي نصيب الفرد من ناتج الداخلي الخام وأخيرا نسبة تليم الكبار وهذا المعدل طبعا يتراوح أو هذا المؤشر يتراوح بين 0.1 و1 وسنويا طبعا يتم إصدار نشرة سنوية من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتصنف هذه النشرة دول العالم حسب درجة تنميتها من الناحية البشرية بعد ذلك نمر إلى الموضوع أو السؤال عفوا سؤال الموالي إذن السؤال الموالي يرتبط بوصف وضعية الموارد المائية في المغرب انطلاقا من الوثيقة الأولى إذن برجوعنا إلى الوثيقة الأولى يتضح لنا أن الموارد المائية في المغرب أي الموارد المائية الطبيعية هي تبقى محدودة نسبيا لكونها لا تتعدى في المعدل 29 مليار متر مكعاب في السنة أن معظم هذه المياه هي استحية وطبعا 30% هي تأتي من استغلال مياه الباطنية إذن ففي المتوسط فمعدل المعدل الفردي للماء فهو لا يتجاوز 700 متر مكعاب لكل نسمة سنويا بمعنى أن المغرب انطلاقا من إمكانياته التقنية والاقتصادية فهو لا يعبئ سوى 19 مليار متر مكعاب من المياه أو الموارد المائية الطبيعية في حين أنه 10 مليارات من الموارد المائية تضيح إذن فالجواب سيكون بهذه الصيغة بالنسبة لوضعية الموارد المائية بالمجال المغربي إذن كما قلنا تبقى خلال الوثيقة موارد مائية محدودة لا تتجاوز 29 مليار متر مكعاب في السنة منها 70% من المياه السطحية و30% من المياه الباطنية ولا يخزن منها سوى 19 مليار متر مكعاب في السنة أي ما يعادل 700 متر مكعاب للفرض في السنة بالنسبة للسؤال الثالث وهو يتعلق بالسخراج معطيات مضمنة في الوثيقتين إذن ألف من الوثيقة الثانية العوامل التي تفسر لنا وضعية الموارد المائية بالمغرب إذن برجوعنا إلى الوثيقة الثانية يتضح لنا أن وضعية الموارد المائية بالمغرب يمكن أن نفسرها أولا بالتبخر القوي نتيجة لارتفاع معدل ساعات تشميس في السنة كذلك عدم تضام الأمطار والتساقطات وسوء توزيعها في الزمن والمجال إذن هنا الإشارة إلى سوء توزيعها من الناحية المجالية إضافة طبعا إلى حالات الجفاف أو تواثر سنوات الجفاف التي تسبب في نظوب العيون والآبار لكن لا يمكننا فقط أن نفسر أزمة الماء في المغرب بما هو طبيعي ولكن هناك أيضا العامل البشري والذي يتجلى في الاستغلال المفرد خصوصا للطبقات المائية عن طريق الضخ إذن فهناك عوامل طبيعية وأخرى بشريات تفسر لنا وضعية الموارد المائية بالمغرب إذن لابد لنا أن نصنف هذه العوامل من الأفضل أن نصنفها إذن ثلاثة أليف تتجلى العوامل المفسرة لوضعية الموارد المائية في المغرب في أولا عوامل طبيعية وهي التبخر القوي وعدم انتظام التساقطات وسوء توزيع عبر المجال المغرب وأخيرا حالات الجفاف المتكررة أما العوامل البشرية فهي تتمثل في الاستغلال المفرد للفرشات المائية نمر بعدها إلى السؤال باء إذن ثلاثة باء من الوثيقة الأولى دور سياسة السدود في تحقيق الأمن المائي للمغرب المغرب إذن بالنسبة للأمن المائي للمغرب إذن هو طبعا نتيجة أو بفضل أن يرجع الأمر إلى نهج سياسة متواصلة أي سياسة بناء السدود منذ بداية السدينات حيث استطاع المغرب أن يبني أزيد من 110 سدا وهو ما سمح له بتعبئة موارد مائية هائلة تقريبا 70% من ميكانياته المائية وتخزين حوالي 16 مليار متر مكعب في السناء يعادل 480 متر مكعب لكل فرض أو لكل نسمة في السناء إذن تعبئة هذه الموارد المائية هي من أجل أولا توفير مياه السقي وكذلك مياه الشرب وكذلك إنتاج الطاقة الكهرومائية وتجنب التأثيرات السلبية لسنوات الجفاف إذن فالجواب سيكون بهذه السيغة إذن باء دور سياسة السدود في تحقيق الأمن المائي للمغرب إذن استطاع المغرب بفضل إمكانياته اللوجستية والاقتصادية بناء أزيد من 110 سدا إذن منذ بداية السدينات وهو ما سمح بتعبئة حوالي 70% من ميكاناته المائية وتخزين ما يعادل 16 مليار متر مكعب من المياه أي ما يناهز في المتوسط 480 متر مكعب للفرد في السنة وبالتالي كما قلنا توفير مياه الري أو السقي والشرب وتفادي التأثيرات السلبية لسنوات الجفاف إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية نمر بعدها إلى السؤال الأخير والمرتبط بإنتاج فقرة أو كتابة فقرة تقترحون فيها بدائل أو حلول لتجاوز الوضعية الواردة في الوثيقة الأولى والثانية أي وضعية الخصاص المائي إذن فالجواب سيكون بهذه الصغة إذن دائما أذكركم بالنسبة للفقرة يجب طبعا أن تكون مقتضبة ما أمكن إذن في حدود بضعة أسطور إذن حسب طبيعة السؤال إذن لتجاوز مشكل الماء بالمجال المغربي أقترح مواصلة سياسة بناء السدوة الكبرى وبناء محطات لتحلية مياه البحر وتشييد محطات لتصفية المياه العادمة أو الآسنة ثم أو معلجة المياه العادمة إضافة إلى تبني تقنيات سقي موفرة المياه من خلال تجيع الفلاحين على استخدام تقنيات مقتصدة للماء كذلك تصميم حملات إعلامية للتحسيس خلال مختلف وسائل الإعلام للتحسيس سواء المكتوبة أو السمعية أو المرئية للتحسيس والتوعية بأهمية الاقتصاد في السهلاك الماء إذن هكذا نكون قد أنهينا الجزء الأول ننتقل الآن إلى مادة التاريخ إذن من نسبة لموضوع الأول إذن فهو طبعا يطرح إشكالية التحولات العامة التي شاهدها العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر وما طلع القرن العشر من ناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية وهو ما أدى إلى تعزيز النظام الرأسمالي بهذه الدول إذن المطلوب هو طبعا إبراز مظاهر الثورة الصناعية ثم العوامل المفسرة لحدوثها إذن دائما يجب أن تتوافر هناك شروط في الموضوع المقالي إذن الشرط الأول هو الجانب المعرفي ثم الجانب المنهجي وأخيرا الجانب الشكلي إذن من نسبة الجانب المعرفي إذن لا بد أن ننتقي المعلومات المناسبة للموضوع بعد تحديد سياقه الزمني والمكاني وكذلك الإشكالي طبعا يمكنكم هنا العودة إلى بعض الحصاص التي تناولنا فيها بالتفصيل منهجية كتابة موضوع مقالي في مادة التاريخ إذن نبدأ أولا بالمقدمة المناسبة إذن المقدمة المناسبة يجب أن تكون مقتضبة مؤثر الموضوع زمنيا ومكانيا وكذلك إشكاليا إذن ما يفيد هذه الصيغة تعتبر الثورة الصناعية التي شكلت بريطانيا موطنة لها بمثابة تغيير جذري حيث نقلت هذه الثورة الصناعية لمجتمعات الأوروبية من مجتمعات زراعية تقليدية إلى مجتمعات صناعية حديثة ومتطورة هذا الأساس يمكن أن نطرح الأسئلة أو السؤالين الآتيين طلقا من الموضوع إذن فما هي مظاهر الثورة الصناعية وما العوامل المفسرة لحدوثها ودائما يجب أن ألتزم بالإشكالية المطروحة إذن في الفقرة الأولى إذن المعطيات التي تناسب هذا الموضوع طبعا هنا اختصار الوقت فقط نشير إلى بضعة أفكار أو معطيات ولكن لا بد أن تحولها إلى فقرة عن طريق توظيف واستخدام الروابط أو ما يسمى بحسن التخلص إذن نشير أولا إلى المظهر الأول أي انتشار الثورة الصناعية انطلاقا من بريطانيا أو آخر قانا الثامن عشر أي الثورة الصناعية الأولى لتعوم باقي أرجاء العالم الرأسمالي خلال أو طيلة القرن التاسع عشر وما يصطلح عليه بالثورة الصناعية الثانية التي انتقلت إلى باقي أوروبا الغربية ثم أيضا إلى خارج أوروبا تحديدا وولايات المتحدة الأمريكية واليابان أيضا ترتفع حجم الإنتاج الصناعي وتنوعه تنوع فروع الصناعة من الصناعات النسيج إلى الصناعة التعدينية والكيموية وغيرها كذلك الانتقال من الإنتاج الحرفي المحدود إلى الإنتاج الصناعي الواسع عن طريق طبعا انتقال من الورشة الريفية إلى المعمل والمصنع كذلك ظهور مراكز ومدن صناعية جديدة أي المدن الصناعية في أوروبا إذن ضافت الوظيفة الصناعية إلى المدن في أوروبا تحديدا إذن لم تقتصر فقط على الوظيفة التجارية وإنما انضافت إليها الوظيفة الصناعية بالنسبة للمدن القديمة أما المدن الصناعية الجديدة فأصبحت تهيمن عليها الوظيفة الصناعية إذن ننتقل بعدها إلى الفقرة الثانية إذن ما هي العوامل المفسرة لحدوث الثورة الصناعية إذن نشر أولا إلى وفرة المواد الأولية من معادن ومصادر الطاقة لذلك نجد أن معظم الوحدة الصناعية كانت بالقرب من مكامل المواد الأولية أي المناجم كذلك وجود يد عاملة رخيصة نتيجة للثورة الديمغرافية كذلك اكتشاف مصادر جديدة للطاقة، الطاقة البخارية، استخدام فحم الكوك ثم بعد ذلك الطاقة الكهربائية واكتشاف النفط إلى غير ذلك أيضا تنظيم العمل وعقلنته داخل الوحدات الإنتاجية سواء تعلق الأمر بالمعامل أو المصانع من خلال تقسيم العمال إلى مجموعات حسب درجة تأهيل المهاني أيضا الاعتماد على العمل المتسلسل كالفوردية أو الطايلورية كذلك كثرة الاختراعات والابتكارات التقنية وأيضا صدور قانون براءة الاختراع وهو ما أسهم في تطور الصناعة وغيرها من العوامل إذن كخاتمة لم تشمل الثورة الصناعية الجوانب التقنية ونمط الإنتاج فقط بل امتدى تأثيرها إلى باقي الميادين السياسية والاجتماعية والفكرية لذلك الثورة الصناعية ثورة عامة لا يمكن أن نقتصر فيها فقط على الجانب التقني والإنتاج إذن فما هي الانعكاسات المترتبة عن الثورة الصناعية بعد ذلك أعزائي ننتقل إلى الموضوع الثاني إذن الموضوع الثاني له رتباط بالموضوع الأول إذن تقريبا نفل الوحدة الدراسية ذاتها إذن ارتبط القرن التاسع عشر في دول عالم رأسمالي بتحولات عميقة شملت الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية إذن المطلوب هنا التركيز على أولا مظاهر أي إبراز مظاهر تحولات المستوى الاجتماعي التي شهدها العالم الرأسمالي خلال هذه الفترة الزمنية ثم العوامل المفسرة للثورة الديمغرافية إذن نبدأ بالمقدمة إذن المقدمة دائما مؤتر الموضوع كما قلت زمنيا مكانيا وإشكاليا إذن شكلت التحولات الاجتماعية إحدى مظاهر الثورة الصناعية بالعالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر نتيجة لتضافر عوامل عديدة بعد ذلك أحول التعليمات إلى سئلة سفامية إذن ما هي مظاهر هذه التحولات الاجتماعية وما العوامل المفسرة للثورة الديمغرافية باعتبار أن الثورة الديمغرافية هي شكل أو مظهر من مظاهر التحولات الاجتماعية إذن ضمن الفقرة الأولى إذن ما هي مظاهر هذه التحولات الاجتماعية إذن نشير إلى الآتي أولا الفجار الديمغرافي لساكنة أوروبا طبعا هنا الفجار الديمغرافي لساكنة أوروبا أي تضاعف أعداد ساكنة أوروبا ما بين القرن أو طيلة القرن التاسع عشر إلى غاية مطلع القرن العشرين ثم أيضا تزايد حصة سكان أوروبا من إجمال سكان العالم إذن تقريبا بداية القرن العشرين أصبح سكان أوروبا يشكلون حوالي ثلث سكان العالم أيضا طيار الهجرة القروية الهجرة الريفية من القرى نحو المدن نتيجة الثورة الصناعية كذلك الهجرة الخارجية الهجرة نحو العالم الجديد بالأساس وكذلك الهجرة نحو المستعمرات في إطار الظاهرة الإمبريالية فالقوى الإمبريالية بدأت أيضا تقوم بتصريف فائد السكان نحو العالم الجديد ونحو المستعمرات التي كانت تابعة لها أنذاك إذن أيضا تضخم الحضاري أي توسع المدن القديمة وظهور مدن صناعية جديدة وأيضا مشكلة التمييز أو التمايز السوسيومجالي داخل المدينة الوحيدة بين أحياء الفقراء أي أحياء البروليطاريا وأحياء الطبقة المتوسطة والطبقات البرجوازية ما يصطلح عليها بالمدينة البئيسة ومدينة الأنوار إذن فالتضخم الحضاري كان نتيجة للثورة الديمغرافية ولي احتدام تيار الهجرة القروية وهو ما أدى إلى تضخم هذه المدن ولكن أيضا تفاقم تناقضات السوسيومجالية داخل هذه المدن كذلك ظهور طبقية في ظل المجتمع الرأسمالي إذن كالطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج ثم الطبقة المتوسطة التي كانت تمارس بالأساس المهنة الحرة ثم البروليطاريا أو الطبقة العاملة إذن بالنسبة للفقرة الثانية ما هي العوامل التي تفسر لنا الثورة الديمغرافية في أوروبا العام الأول هو ديمغرافي ارتفاع معدل ولادات وانخفاض معدل وفايات لأن أوروبا أندك مرت من مرحلة الانتقال الديمغرافي ثم استخدام تلقيحات نتيجة لتطور الطب والعلاجات كتلقيح جينير وتلقيح باستور أيضا وفرة الغذاء نتيجة للثورة الفلاحية وأيضا تحسن شروط الصحة والنظافة وغيرها من العوامل إذن كخاتمة أعزائي يمكن القول أن التحولات الاجتماعية أدت بالعالم الرأسمالي إلى فائد سكاني إذن فائد سكاني ورافق ذلك تفاقم للتناقضات الاجتماعية في إطار ما عرف عن ذلك بالمسألة الاجتماعية إذن فما هي باقي التحولات التي شهدها العالم الرأسمالي إذن هكذا نكون أعزائي المتعلمين قد أتمنى تصحيح هذا الفرض الجريبي أتمنى أن تكون الحصة مفيدة وما تعافي الآن نفسه وأنا أكون مفقا في تبليغ مضامينها وعناصرها الأساسية إذن أتمنى لكم التوفيق في مصاريكم الدراسي بحول الله وأشكركم ختاما على حسن تتبعكم وانتباهكم وألقاكم في حصة قادمة بحول الله فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته